تختتم هذا المساء بمدينة مراكوش منافسات جائزة الحسن الثاني للتنس بمجاة بين الإسباني روبيرتو كاربايس والإيطالي ماتيو بريتيني للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من مراكوش موفد ميديا تيفي منصف عدي أهلا بك منصف انتهت إذن قبل قليل المباراة النهائية في هذه التظاهر الدولية التي عرفت مشاركة بعض من أفضل لعبي التنس في العالم من هو حامل اللقب إذن هل نجح اليوم الإسباني روبيرتو كاربايس في الحفاظ على لقبه أهلا بك أميما وأهلا بالمشاهدين الكرام ورحب بكم من هنا من النادي الملكي للتنس بمراكوش حيث تختتمت فعلا منافسات النسخة 38 من جائزة الحسن الثانية الكبرى للتنس بتتويج اكتسى ثوبا إيطاليا هذه المرة بعد أن حقق ماتيو بريتيني اللقب في هذه النسخة على حساب حامل اللقب الإسباني كاربايس بعد أن حسب المباراة النهائية قبل لحظة قليلة بمجموعتين لشيء تفاصيلها 7-5 و 6-2 المجموعة الأولى يعني عرفت نيدية ومنافسة قوية بين الطرفين ما أجل الحسم فيها إلى تايبريك لينجح الإيطالي في حسمي لصالحة بنتيجة 7-5 في المجموعة الثانية بدى الإيطالي أكثر تركيزا وجاهزية بدنية مقارنة مع الإسباني الذي نال منه التعب في الجوالات الأخيرة لينجح ماتيو في حسم هذه المباراة واللقب من خلال المشاركة الأولى هنا في جائزة الحسن الثانية الكبرى أمام حضور جماهيري قوي وقوي جدا تقريبا يعني جميع مدرجات الملعب الرئيسي هنا بالنادي الملكي للتينس بمراكش امتلأت عن آخرها بحضور شخصيات وازنة في مقدمتها الرئيس الجامعة الملكي المغربية للتينس وكذلك بعض من ممثلية السلطات الوصية والمحلية كما قلت يعني كانت أجواء احتفالية كبيرة يعني احتفالا بتتويج الإيطالية المصحق نظرا لما قدمه طيلة مشواره في هذه المنافسات من خلال ظهوره الأول هنا كما قلت بمراكش كان هناك يعني الدعم جماهيري كبير لماتيو خصوصا أنه كان يعني صاحب الأفضلية باعتباره صاحب المركز السادس عالميا سنة 2022 ما جعله يكتسب خبرة كبيرة يعني تفوقت على خبرات الإسباني هنا في الأراضي المراكشية باعتباره حاملا للقب كما قلت الأجواء يعني مرت بشكل تنظيمي عالمي اللجنة المنظمة نجحت في تسويق لهذه المسابقة أكثر فأكثر على المساوى الدولي كانت هناك مواكبة إعلامية كبيرة بمختلف الأنوان سواء من الإعلام المغربي وكذلك العالمي الذي واكب كل خطوة من هذه المسابقة من خلال متابعته للمباريات التأهيلية التي كانت عرفت مشاركة ثلاثي مغربي لكنه لم يكمل مشواره في المسابقة وكذلك في الأدوار الثانية والنهائية إلى غاية اليوم الختامي اليوم الأحد الذي عرف إجراء المباراة النهائية وتتويج الإيطالي باللقب هنا بمراكش نعم منصف عدي موفد القناة إلى مراكش نشكرك على كل هذه التوضيحات